اشتركوا في القناة تأتي في إطار دينامية إيجابية للعلاقات التنائية منذ زيارة جلالة الملك محمد السادس إلى لوساكا في 2017 وتوقيع إلى 2019 الاتفاقية التنائية العلاقة شهدت واحد تطور إيجابي منذ ذلك التاريخ واليوم في إطار هذه الزيارة التي يقوم بها معالي الوزير جحامل لرسالة من فخامة الرئيس هوكاي ديهي شليما إلى جلالة الملك محمد السادس والرسالة تؤكد على قوة العلاقات التنائية والرغبة في أنها تدخل في مرحلة جديدة أكثر قوة وأكثر متانة العلاقة بيننا قائمة على الاحترام المتبادل وعلى التضامن وعلى الصداقة الحقيقية واليوم بفضل تعليمات جلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس هي شليما كينا إرادة باش أنها تصبح شاركة شاركة اقتصادية قوية بين المملكة المغربية وجمهورية زنبيا وفي هذا الإطار تفقنا على مجموعة من النقاط أهمها أن يكون هناك تعاون قوي في المجال الفلاحي في مجال الأسمدة في المجال الصناعي وكي نشرب المملكة المغربية في مجال صناعة السيارات التي تكون مفيدة كذلك الزنبيا وفي مجال القطاعي من خلال دعم أو تشجيع الزيارات بين القطاعات الوزارية المختلفة خاصة في مجال المعادن في المجال الفلاحي في المجال السياحة وفي المجال الصحة وفي المجال الصناعي كان هناك تبادل أو العلاقات الإنسانية قوية المغرب كان منحك حوالي مائة منحة دراسية للطلبة من الزنبيا في كل المجالات سواء في التعليم الأكاديمي أو في التعليم المهني في التكوين المهني وغادي تعزز هذه العلاقة في مجال التكوين كذلك من خلال زيارات في مجال تعاون تقني وفي الشهر الماضي كانت زيارة في هذا الإطار لوفد من وزارة الصحة لزامبيا لزار المغرب وكان نقاش مع وزارة الصحة المغربية لتطوير التعاون كذلك في هذا المجال وفق رؤية جدارة المالك هذه العلاقة التي هي علاقة قوية على المستوى السياسي والديبلوماسي وشفنا المواقف البناء لزامبيا من قادية الوحدة الترابية المغربية منذ سحب الاعتراف في 2016 وفتح القنصرية في 2020 وهي مواقف تكررت كذلك في مجموعة من المناسبات وفي المنتدايات الإفريقية والإقليمية اليوم كيف نبنيه على هذه العلاقة السياسية الصلبة شراكة اقتصادية مهمة يشارك فيها كل فائلية الاقتصادين ولهذا فمعالي الوزير عنده لقاءات مع القطاع البنكي مع القطاع الاقتصادي ورجال الأعمال في البغرب وعنده كذلك لقاءات في مجال الموانئ وفي مجال الصناعي والتي كلها تجيه في إطار هذا الرغبة في أن يكون هناك واحد المكون الاقتصادي مهم في علاقاتنا التنائية تفقنا كذلك على أن نعزز تنصيق بيننا حول القضايا الإقليمية وخاصة في القارة الإفريقية زامبيا هي قطب استقرار مهم في منطقة جنوب إفريقيا وفي منطقة الصادق وهي واحد الفاعل الذي يحضر بالاحترام من خلال سياسته الخارجية المتوازنة ودوره المهم في استثباب الأمن والاستقرار على مستوى هذا الجزء من القارة الإفريقية المغرب يتابع كل إصلاحات وكل قرارات الاقتصادية المهمة لإخداها فخامة الرئيس هي شيلمة منذ توليه رئاسة هذا البلد الإفريقي لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية وليعادة اتقى للمستثمرين والمانحين الأجانب والمغرب يثمن كل مقام بفخامة الرئيس في هذا الإطار زمبيا كذلك فاعل أساسي على مستوى الأمن والاستقرار في ذلك المنطقة التي تعرف مجموعة من التحديات الأمنية والتواجد لمجموعات إرهابية وبالتالي فدور زمبيا هو دور أساسي كعنصر استقرار وعنصر أمن في تلك المنطقة إذن فهي زيارة مهمة التي يقوم بها أخي معالي الوزير استنبيل إلى المملكة المغربية والأساسي هو ما اتفقنا عليه من تنفيذ لتعليمات جلالة المالك وفخامة الرئيس لجعل هذه الشراكة أقوى جعلها متنوعة وجعل الجانب الاقتصادي والجانب السياسي كي يمشيوا بنفس القوة وبنفس الطموح بالرأة أخرى شكرا على هذه الزيارة معالي الأخ وأكيد أنها ستكون نقطة انطلاق لتقوية العلاقة في كل مجالات شكرا كعدم الاتفاقية الموجودة في بلدينا ولكن علينا أن تثبث من أن هذه الاتفاقية هي ملموسة وتؤتي أكلها بما يفيد البلدين وفي هذا الصدد نحن اتفقنا تنائيا على أنه سوف نتحدد وقتا للاتقاء في لوساكا بالنسبة للجنة الدائمة في لوساكا لتعزيز شركتنا وأود أن أقول أيضا لأن علاقتنا السياسية فيما بين بلدكم وبلدنا ليس بالأمر الجديد أنتم لديكم تمتيلين في لوساكا ونحن لدينا تمتيلية هنا في الرباط وزنبيا هي إحدى البلدان في منطقة جنوب إفريقيا التي لها مكتب في العيون والسيد الوزير تعرفون من هذا مؤشر على دعم زنبيا فيما يخص قضية الصحراء ولكل المجهودات التي ما فتئتم تبدلونها في إطار الأمم المتحدة ونؤكد بالالتفاق الذي تم إبرامو في 2007 فزنبيا تريد أن تربط هذا الموقف وتؤكد عليه مجددا هذا ليس بالموقف الجديد بل هو مقصود من جهتنا ولكم دعمنا وعلا وتعالى إحدى الأشياء التي نود أن نجلسها هي أيضا المضي قضما في الدبلوماسية الاقتصادية فيما يخص علاقتنا لإذكاء مزيد من الدعم في إطار السياسة الذي نحن ننعم فيه بيننا وتماشيا مع ذلك ما نريد أن نرى هو أن الأشياء التي نتمينها والتي تمكنت من تحقيق كشعب وكحكومة قضايا ذات صلة بالإنجازات التي قمتم بها في القطاع الفلاحي والزراعي قدرتكم على إنتاج على مستوى هائل الأسمدة وهذا أمر نتمينه ونقدره واتفقنا مع أخي وزير بريطان بأننا علينا أن ننظر في إمكانيات أن تكون لدينا مقاولات مشتركة في لوسك لنستفيد منكم ومن خبرتكم لأن هناك فرص كبيرة متاحة لدينا إمتياز جغرافي فزنبيا هي محاطة بجيران ونرى ذلك لدينا فرصة وزنبيا ينبغي أن ينظر إليها بشكل جيد وليس فقط أن ننظر إلى زنبيا بل ينبغي أن ننظر إلى زنبيا على أنها في منطقة كبيرة لتسطير المواد رمتها فهذا سوق كبير وهو بلد أيضا يثمن الإنجازات التي قمتم بها خصوصا فيما يخص إنتاج السيارة فأنتم رائدون في هذا المجال ونود أن نعمل بشكل وثيق معكم في هذا السند وكما تعرفون أيضا بلدنا هو منتج أساسي للنحاس والمارغانيز والكوبالت وهذه مطلوبة في إنتاج السيارات والكهربائية والبطارية ونحن أيضا نتناصق في هذا المجال هذا محور ونحن نريد أن نعرف عن تناننا لكل الأشياء التي تعاوننا في صدرها وفي خصوص التربية السيدي الوزير حكومتنا وشعبنا ممتنون على المنح التي نقدموها في ذلك العدد من الطلبة أكثر من تتفع الطالب هنا يتم احتضارهم من قبل حكومتكم لمساعدة حكومتنا في تعليم شبابنا وتماشي مع ذلك اتفقنا مع السيد الوزير الموريطة بأننا الآن ننظر في شق التدريب المهني والتكوين المهني لفعاد شبابنا بسوطة باقي بودا الإفريقية زمبيا لديها تنعم بكم من هائل من الشباب ومعظم شبابنا يوم تلع حوالي ستة باع أو شباب إحدى السياسات الأساسية لدينا في زمبيا هي قادرة التربية المجانية والتعليم مجاني والتعليم مجاني من القسم الأول إلى القسم الثاني عشر بعد ذلك نحن في حاجة إلى مزيد من الدعم ومزيد مجالة التعاون وأنتم في الواقع أفضل شارك لنا بالنظر إلى سجلكم الجيد وما يمكن لكم أن تقوم ما قمنا في اليوم سوف نقوم على هذا السلام مجددا أشكركم سيدي السفير تحددنا سيدي الوزير تحدد مشكلة كبير هذا اليوم وتحد وهذا كان نقطة انطلاق لنا في مجالات الأخرى نتطلع إليها في قريب الأيام وشيء آخر لا يبغي ننساه هو أنه بسبب زيارة صاحب الجلالة للوساكة في 2017 فرئيسنا عبر عن رغبته في أن يبادل الزيارة بزيارة إلى المغرب قريب الأيام في تواريخ يمكن أن نتفق على أنا والسيد الوزير بسبب حال باعتباد من رئيسي وصاحب الجلالة شكرا لكم على طيبي الوفادات ترجمة نانسي قنقر